يوما بعد آخر تتكشف المزيد من قصص فاجعة حريق مستشفى بن الخطيب لتضيف ألما جديدا إلى المأساة التي يبدو أن سطورا كثيرة تخنق الأفئدة ستكتب مستقبلا في قصصها ورواياتها درع الباوي أحد ضحايا فاجعة حريق مستشفى بن الخطيب لقي حتفه وترك وراءه عبءا كبيرا من الأولاد اليتامة الذين يحتاجون من أبيهم الذي غادرهم مبكرا للكثير الكثير والله لا يرضى عليهم والله ينتقب على الدولة والله ينتقب على كل واحد سعى بهذه الشغلة وحارقني بشوية أخوي هذا العزيز عليه عند أيتام وأنا برقبته مع أوق وهذه السعى في 14 طفيل ونسوان اثنين أولا قاع ولا بيت وكش ماكو درع الباوي يعيش شرقي بغداد بقضاء المعامل لا يملك بيتا أو مالا وكان يعتاش على ما يجنيه يوميا وفقدانه بالنسبة لمن كان يدعمهم وقع كالسعقة وخاصة بالنسبة لأولاده وهو واحدة من عوالي من الماكم قاعدين هوية أيتام عمه مو بس فقده والمعيد هم تدري اثنين هم أطفاله وهذا بعده يتوهي على اساس يكمل دراسة وهذا كان يريد يمتحن قارجه على موت ملك الله يساعد أبو ويجد تاري الكارسة بعد يا دراسة يا امتحانات بعد وين يحقون المساكن عمود صدري اللي يسوي العملية مال صمام شرائم ونصارف فجار المستجح لاكتب أبو يهوية أنا تهلق بي ذو الطحية التي باتت الآلام شركة حياتهم يطالبون اليوم بإيجاد المقصرين ومحاسبتهم ويجدون في ذلك العزاء الوحيدة لأنفسهم المتعبة أكل إجناء خاصة بالصحة بالبرلمان لو البرلمان ما بيه هاي اللجنة إذا هاي اللجنة موجودة من تأسس هذا النظام برلماني لليوم هاي الناس المسؤولة وين متابعتها وين متابعتها للصحة بصورة عامة بالعراق سواء ببغداد أو بالمحافظات أو بكل الأرض العراقية زيان وزارة الصحة من المقصر بها هل الوزير اليوم جاء الوزير قصار لسنة وتهدمت المستشفيات لو أكوزراء قبل هم ينا مقصرين وإلى أن تشفى البلاد من أهوال الفاجعة التي طغت أو جعها على كل شيء يبقى العراقيون ضحية الفساد الذي استشرى في البلاد يدفعون أرواحهم يوميا ضريبة لذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر